الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنصل بتوفيق الله وحمده والثناء عليه إلى آخر موضوعات علوم القرآن وهو أهم القواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتها وسنتحدث في هذا الموضوع عن المفسر وشروطه وأدابه ثم أهم القواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتها من خلال الدروس التالية فأولا نبدأ بتعريف المفسر ونذكر الشروط التي لا بد من توفرها فيه والآداب التي يحتاج إليها المؤلف ذكر هذا الموضوع شروط المفسر وآدابه إلا أنه لم يتكلم عن تعريف المفسر طبعا من خلال اللفظ واضح أن المفسر هو الذي يقوم بعملية التفسير أو بمهمة التفسير وقد سبق أن بينا أن التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم أو هو علم يبحث في القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فالمفسر هو من يقوم بهذه العملية إذن المفسر اسم فاعل من فسر يفسر فهو مفسر وهو الذي يقوم بعملية التفسير ويمكن أن يعرف كما عرفه الدكتور مساعد الطيار في كتابه مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر يمكن أن يعرف بتعريف محدد طبعا الشيخ ذكر مفهوم المفسر من خلال ما أورده العلماء في طبقات المفسرين وذكر بعبارة مختصرة أن المفسر هو من كان له مشاركة في علم التفسير أو كتب فيه فالمفسر من كانت له مشاركة في علم التفسير أو كتب فيه هذا ما يمكن أن يقال باختصار في تعريف المفسر من كانت له مشاركة في علم التفسير أي أنه شارك في علم التفسير إما بتفسير آية أو بتفسير جزء من القرآن أو كتب فيه تفسيرا للقرآن كله أو لبعضه فهذا هو المفسر إذن المفسر هو الذي يقوم بعملية التفسير طبعا المفسرون من خلال الجملة يمكن أن يقسمون إلى قسمين قسم يفسر ابتداء فيتأمل وينظر في القرآن ويفسره وقسم ينقل نقله ومفسرون فالمفسرون هم الذين يتولون عملية التفسير ويوضحون معاني القرآن وهؤلاء هم الذين يعنون بالحديث عن شروط المفسر وأدابه أما النقلة يعني الذين ينقلون فقط التفسير ويقرؤونه من الكتب فهؤلاء لا يعدون من المفسرين وإنما لهم مشاركة في التفسير من حيث نقله لا أنهم في الحقيقة من المفسرين ولذلك قد يكون هناك تسامح في اللفظ أو يطلق على غير المفسر مفسر مع أنه لا يفسر وإنما ينقل والأصل أن المفسر هو الذي عنده أهلية لتفسير كلام الله تعالى وقام بعملية التفسير قياما عمليا وشارك فيه تعلما وتعليما هذا هو المفسر نعود إلى المؤلف لنذكر الشروط التي أوردها للمفسر فذكر أن التفسير عملية ليست سهلة بل هي مهمة شاقة وصعبة لأنها بيان المراد من كلام الله ولا شك أن هذا الأمر جد خطير لأنك تخبر الناس بأن هذا هو معنى كلام الله وأن الله يريد بهذا الكلام كذا فلا بد من أن يكون هناك شروط لا بد أن تتوفر في المفسر وهي التي أوردها العلماء وذكرها الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه فقال وقد ذكر العلماء للمفسر شروطا سنجملها في الشروط التالية أولا صحة الاعتقاد فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها وكثيرا ما تحمل ذويها على تحريف النصوص والخيانة في نقل الأخبار طبعا إذا كان صاحبها عنده عقيدة منحرفة فإذا صنف أحدهم كتابا في التفسير أولى الآيات التي تخالف عقيدته وحملها باطل مذهبه ليصد الناس على اتباع السلف ولزوم طريق الهدى ولذلك كان لابد في التفسير الصحيح ومن أهم شروط المفسر تفسيرا صحيحا مقبولا أن يكون صحيح الاعتقاد أي على معتقد أهل السنة والجماعة في أصول الدين وفي مسائل الاعتقاد وهذا شرط مهم حتى نأخذ القرآن من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل لمعانيه التي يسلكها أهل البدعة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والمتصوفة وبعض المنحرفين في بعض العقائد فإنهم في الغالب يريدون تقرير عقائدهم من خلال تفسير القرآن فأهم شرط من شروط المفسر الذي يعتمد عليه ويقبل تفسيره أن يكون صحيح الاعتقاد ولذلك كان تفسير السلف هو أصح التفسير وأهمها لأنهم كانوا أهل اعتقاد صحيح وهم الصحاب والتابعون وأتباعهم أهل القرون المفضلة من شروط المفسر كذلك أن يتجرد من الهواء بأن يكون بعيدا عن الأهواء التي تؤثر في تفسيره للقرآن لأن الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاهبهم فيغرون الناس بلين كلامهم ولحن البيان كدأ بطوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب بأن يكون قصده بيان الحق ومعرفة مراد الله تعالى الذي أراده من غير أن يكون له هو هو يريد أن يصل إليه من خلال تفسير القرآن الكريم ولا شك أن الهواء يعمي ويصم فمن كان صاحب هواء فإنه يحرم من معرفة معاني القرآن والانتفاع به ثم ذكر المؤلف الشرط الثالث والرابع والخامس والسادس كلها تعود إلى شرط واحد وهو أن يسلك الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن فمن شروط المفسر أن يسلك الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن وهذه الطريقة الصحيحة هي التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمته في التفسير لما قال فإن قلت فما أصح طرق التفسير فقال أصح طرق التفسير أو أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين طبعا المؤلف ذكرها أخذا من كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام كذلك ابن كثير الذي نقلها على شيخ الإسلام ابن تيمية فأول من ذكر هذه الطريقة هو شيخ الإسلام تأصيلا وتفصيلا وإن كان المفسرون يعتمدونها في تفسيرهم فمن شروط المفسر أن يفسر القرآن بالطريقة الصحيحة وهي أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن ثم بتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين ولا يخرج عن هذه الطريقة بأن يخالفها أو يأتي بتفسير يخالف ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة وما جاء في أقوال الصحابة وما جاء في التابعين يخالف نقول يخالف أما إذا أضاف فهذا شيء آخر طبعا ننبه هنا على أن المؤلف رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام تيمية وبن كثير ذكروا قضية ينبغي التنبه عليها وهي أن تفسير القرآن بالسنة يعني لا يفسر القرآن بالسنة إلا إذا لم يوجد في القرآن لأنه قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن نقول لا ليس المراد هو أننا نأخذ تفسير القرآن فإذا وجدنا شيء فلا ننتقل إلى السنة أو لا ننتقل إلى السنة إلا إذا لم نجد تفسيرا في القرآن لا نحن نرجع إليها مع بعض فنرجع إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله ما تفسير هذه الآية ونرجع إلى السنة كذلك لأنها شارحة مبينة للقرآن الكريم ونرجع كذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني قال فإذا لم يجد التفسير من السنة رجع إلى أقوال الصحابة طبعا إذا لم يجد التفسير من السنة حتى لو وجدنا التفسير في السنة فإنه لا مانع أن نرجع إلى أقوال الصحابة لنستفيد منها لأن الغالب أن الصحابة يبينون ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام ويزيدونه إضاحا فنرجع كذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بتفسير القرآن لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح وقد بينا ذلك عند القلام على التفسير بالمأثور ثم نرجع أيضا إلى أقوال التابعين لنستأنس بها لكن كما سبق أن بينا بأن أقوال التابعين ليست حجة إلا إذا أجمعوا وأما إذا لم يجمعوا فإننا نرجع إلى المرجحات من لغة القرآن والسنة ولغة العرب وأقوال الصحابة حتى نعرف ما القول الراجح من أقوالهم فهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسلك في تفسير القرآن وتجمع الشروط التي ذكرها المؤلف في الثالث والرابع والخامس والسادس وهي الشرط الثالث أن يسلك المفسر الطريقة الصحيحة لتفسير كلام الله والتي تقوم على تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين الشرط الذي يليه وهو السابع عند المؤلف العلم باللغة العربية وفروعها فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين ويتوقف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع قال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب ولا شك أن هذا من الأمور المهمة التي لا بد منها فلا بد أن يكون المفسر على علم ودراية باللغة العربية لأنها هي اللغة التي نزل بها القرآن بل لا يستطيع أحد أن يعرف القرآن ومعانيه إلا إذا كان عالما بلغة العرب ومطلعا على مسائلها وفروع هذا العلم من النحو والصرف والبلاغة وما شابه ذلك ولذلك ذكر المؤلف هنا أن النحو يحتاج إليه المفسر والتصريف كذلك وعلوم البلاغة ولذلك قال من أعظم أركان المفسر العلم بعلوم البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبدئة إذ لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم الشرط الذي يليه وهو الثامن بترتيب المؤلف العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن يعني العلوم المهمة المتصلة بالقرآن كعلم القراءات وعلوم القرآن التي ندرسها لأنها مهمة تتعلق بالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والعام والخاص والمطلق والمقيد وكذلك علم القراءات وخاص علم القراءات متعلق بفرش الكلمات يعني القراءات التي تختلف فيها بنية الكلمة من لفظ يعني من كلمة إلى أخرى تتغير الكلمات مثل أو يتغير يعني معناها يكون في اللفظ أكثر من قراءة مثلا بل عجبت بل عجبت بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون فلا شك أن هذا له أثر في المعنى فتثبتوا فتبينوا هذا له أثر في المعنى لأن القراءات على نوعين قسم لا أثر له في المعنى وهو المتعلق بالأصوات وطريقة الأداء المدود والإدغام والغنة وما شابه ذلك وقسم له تعلق بالتفسير وهو الذي يرجع إلى بنية الكلمة وتتغير الكلمة من كلمة إلى أخرى أو من أداء إلى آخر يخدعون يخادعون إعراب إلى إعراب آخر وامسحوا برؤو وأرجلكم وأرجلكم الذي تساءلون به والأرحام والأرحام كل هذه القراءات لا بد من معرفتها للمفسر لأنه يترتب عليها تغير في المعنى أو تكثير له وكذلك أصول التفسير فلا بد أن يعرف أصول التفسير وطريقة التفسير وهو ما ندرسه الآن طريقة التفسير ومصادر التفسير وقواعد التفسير لا بد أن يكون ملما به ثم دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر أو استنباطي معنى ليتفق مع نصوص الشريعة الذي يعود طبعا هذا دقة الفهم وحسن النظر يعود إلى الاجتهاد لأن المفسر لا بد أن يشتهد فلا بد أن يكون عنده من دقة الفهم وقوة الاجتهاد ما يمكنه من ترجيح معنى على آخر أو استنباطي معنى ليتفق مع نصوص الشريعة هذا ما ذكره المؤلف في شروط المفسر وهي شروط مهمة لا بد أن يحرص المفسر على توفرها حتى يتمكن من تفسير كلام الله تعالى أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على فهم كلامه وعلى السداد حتى لا نقع في الخطأ فإن القول على الله عز وجل بغير علم من أعظم المنكرات وأشد الكبائر لأنه في حكم التشريع ويسبب إضلالا للناس فلا بد أن نحرص على الحرص أن نحرص على أن نفسر القرآن تفسيرا يوافق الصواب ويتفق مع مراد الله تعالى بقدر طاقتنا ووسعنا وإن كان هناك خطأ فينبغي للمفسر أن يكون مستعدا للرجوع عن الخطأ وقد عود نفسه على البحث والتأمل وسماع قول العلماء ومعرفة ما قرره السلف قبل ذلك حتى إذا وقع في خطأ في اجتهاده أو في سوء فهم فسرعان ما يرجع ويعترف ويعود إلى الحق لأن هذا من أوجب الواجبات التي ينبغي أن يعتني بها من أراد التصدي لتفسير كلام الله تعالى أسأل الله توفيق للجميع والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين